أنا شخصية وقلتها من قبل وحتى بعض إخواننا منهم من انتقدني ومنهم وأنا تفهمهم أنا معي أعطاء مرة أخرى عاودها لحد الآن إذا لم يقدر عليهم الشعب وقدموا من أنفسهمهم إلى إيجاد حل الشعب الجزائري وإلى البلاد واعترفوا بحق الشعب الجزائري في تقرير مصير وقيام دولة المدنية اللي يسودها العدل والحق والقانون أنا معي أعطاء حصانة للضباط سواء كانوا جنرالات أو غير جنرالات الضباط وصف الضباط وكل الذين شاركوا في الحرب القادرة أنا معي أعطاءهم حصانة مقابل الحصانة يبتعد الجنرالات عن الحكم وعن إدارة شؤون المدنية ليس فقط لأنهم عسكر ولا يجوز للعسكر أن يديروا شؤون المدنيين وليس فقط لأن ولكن أيضا لأن إدارتهم 60 سنة أدت إلى جحيم خاصة في 30 سنة الأخيرة أي أننا نقوم بمقايضة جزء من العدل والعدالة مقابل إنقاذ البلاد إنقاذ الوطن حتى لا تتفتت البلاد حتى لا تحدث فوضى عارمة حتى لا يتكرر ما حدث في التسعينات أو ما يحدث في سوريا أو في ليبيا وصدقوني هذا الكلام رهم يقوله لكم العقلاء رهم لما لو يجوا الغاضبون لو يأتي الغاضبين ويتمكنون من الأوضاع رهم لن يتركوا فيكم شيء وأيضا إذا الشعب قدر عليكم قبل أن تعترفوا أنتم بحقه في إدارة بلاده وتقرير مصيره فإن يومها يجب أن يطبق عليكم القانون وأن يطبق عليكم العدل كما يجب ولكن إذا أنتم استبقتم وقمتم بخطوات ومبادرات فإن أنا من الذين سيدعون ويصرون على أن تعطى لكم حصانة لإنقاذ البلاد